خليني أحاول أسرد لحقيق بس كده نمازج في كل المحافظات يعني محافظة الجيزة عندنا مستشفى شابرامانت المركزي بتكلفة 150 مليون جنيه على مساحة 24 ألف متر وبرب وتطوير ده إنشاء جديد وتطوير كامل لمستشفى صدر العياط بتكلفة 63 مليون جنيه الأليوبية مستشفى الأناطر الخيرية بتكلفة 328 مليون جنيه على مساحة 13 ألف و740 متر وبرب مركز علاج الحروق بمستشفى الأناطر الخيرية مستشفى الخنكة المركزي مستشفى طوخ المركزي الإسكندرية مستشفى شرق المدينة مركز الأسطرة والقلب بتكلفة 114 مليون جنيه ومبنى العزل المستشفى حميات الإسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه على مساحة 3290 متر مربع بطاقة السعبية 48 سجد السويس مجمع السويس الطبي واحد من أكبر المجمعات بتكلفة 1.700 مليون جنيه أكبر صرح طبي بإقليم القناة يعني حاجة ما حصلتش قبل كده على طوال سنوات الدولة المصرية الإسماعيلية تطوير مستشفى الأسطسيين تطوير مستشفى فاي تطوير مستشفى العنطرة غرب العنطرة شرق التل الكبير الشرقية تطوير مستشفى حميات الزقزي بتكلفة 28 مليون جنيه وصدر الزقزي بـ 21 مليون جنيه الغربية مستشفى طنطة العام بتكلفة 567 مليون جنيه على مساحة 13.100 متر مربع بالطاقة تقريبا 200 سرير مستشفى محلة مرحوم الفيوم مستشفى صدر الفيوم مستشفى الفيوم للتأمين الصحي البحر الأحمر مستشفى الغرداء العام القصير المركزي البحيرة مركز تطوير مستشفى الأمراض الصدرية وتطوير وإنشاء مركز تنمية أسرة كوم الفرج بتكلفة 42 مليون جنيه أنا بتهيالي أنه في ناس كتير بيسمعون أول مرة يسمعوا أسماء القرى صحيح فما بالك الدولة بتستثمر فيها المنفية مستشفى البجوري المركزي بتكلفة 193 مليون جنيه المينيا تطوير وإنشاء مستشفى العدوى المركزي بتكلفة 392 مليون جنيه مستشفى بني مزاري المركزي بتكلفة 367 مليون جنيه الوادي الجديد مستشفى الدخل العام بتكلفة 513 مليون جنيه فورسعيد مستشفى السلام بقيمة 445 مليون جنيه جنوب سيناء الطور الجديدة نويبع المركزي دهب المركزي ضميات مستشفى الصحة النفسية والعصبية بضميات ويمكن يا راكتر كل الأرقام اللي حاكم تسريدها دي بتترجم حديث سيد رئيس دائما عن أنه صحة المواطن المصري أمن قوي أنا أقول أنه منذ 2014 ما فيش تجمع للمصريين على أرض مصرية إلا ومسته يد التطوير الصحي في البناء والإنشاء يعني ما فيش مكان تركته الدولة المصرية وما فيش مكان ما تحركتش فيه وزارة الصحة بتوجيهات السيد الرئيس عشان نبني أو نطور في كل المحافظات ما فيش محافظة ما فيهاش عمل دقوب من 2014 حتى هذه اللحظة وأنا مش بتكلم على خطط خمسية يعني إلا أنا بقوله ده النهار اللي وخبنا كاميرا ورحنا صورنا هنلاقي ده يعني مش بقولك دي الخطة الخمسية بتاعت لا ده أنا بقولك ما حدث من 2014 ل2023 ولسه أنا ما كملتش بقية المحافظات يمكن عشان الوقت لكن خلينا نتكلم على شمال سينة نتكلم على كفر الشيخ نتكلم على لقصر لا يوجد محافظة إلا وبها تطوير وإنشاء طب هل الدولة المصرية اكتفت بالمواطن وبالإنشاءات؟ لا الحقيقة الفريق الطبي الفريق الطبي النهاردة حجم القوانين التي صدرت من 2014 لدعم الفريق الطبي ما حصلتش في العقود السابقة